أول مرة قبلت هذا الجراح المشهور دكتور ميلر في بريطانيا شعرت أنه قدام إنسان مرهف الإحساس تعاملوا معي وأنا طالب صغير كان جدا لطيف تعاملوا مع مريضاته كذلك لفت انتباهي أنه دخلت مريضة كبيرة في السن والعفو خلعت خذائها أمام باب العيادة بعد ما خلص الفحص راحوا سرعة تناول حذاء وحطوا أمامها الحقيقة موضوع كتير أشعرني بالخجل كان مفروض أنا أعمل هيك بلدات الإحساس في ناس بتصرفوا بطريقة كتير سيئة لا يقدروا مشاعر الآخرين وكثيري انتقاد وما بعبروا عن مشاعر الانتنان أو الإعجاب عشان الأشياء اللي بتعملها بلدات الإحساس أنك أنت تطب من أشياء من الناس أكثر مما يتحملوا بلدات الإحساس أنك تسيئل الآخرين الحقيقة ولا تكترت لمشاعرهم بلدات الإحساس مرض صعب يجب علاجه اشتركوا في القناة